بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السابعة وظيفة الأفراد مفهوم وأهمية وأنشطة وظيفة الأفراد أولا مفهوم وأهمية وظيفة الأفراد يعتبر العنصر البشري عنصرا أساسيا وحيويا في أداء المشروعات ونجاحها وفي تحقيق أهدافها وبالطبع فإن كفاءة المشروع تتأثر بدرجة كبيرة بكفاءة العنصر البشري بها وتتولى وظيفة الأفراد كل ما يتعلق بهذا العنصر من أنشطة ومهام وذلك منذ تحديد الاحتياجات من القوى العاملة وحتى ترك هؤلاء الأفراد العمل بالمشروعات لسبب أو لآخر وفيما يلي عرض لمفهوم وأهمية وظيفة الأفراد وأهم أنشطتها ثم تطبيق الوظائف الإدارية عليها وتعني وظيفة الأفراد الأنشطة المختلفة التي تمارسها الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تدبير القوى العاملة اللازمة للمنظمة كما ونوعا وتوقيتا والمحافظة عليها وتعويضها وتنميتها وتحفيزها أما إدارة الأفراد فإنها تعني الكيفية التي يتعامل بها كل مدير مع مرؤوسيه ليصل بهم إلى تحقيق الأهداف المنوطة تحقيقها وعلى ذلك فإن وظيفة الأفراد تعد إحدى وظائف المنظمة في حين أن إدارة الأفراد تعتبر وظيفة كل مدير ويجب على المسؤولين عن إدارة الأفراد أن يضعوا نصب عينهم دائما الأهداف التي عليهم أن يعملوا على تحقيقها وتتضمن هذه الأهداف مجموعات عدة بعضها يتصل بالمنظمة وأخرى بالعاملين وثالثة بالمجتمع ككل حيث يهدف المشروع إلى الحصول على أفراد أكفاء والاستفادة إلى أقصى حد من جهودهم والحرص على استمرار ولا هؤلاء للمشروع أنشطة وظيفة الأفراد تتضمن وظيفة الأفراد العديد من الأنشطة اللازم أداؤها منذ التحاق الأفراد بالمشروع وحتى تركهم له ومن أهم هذه الأنشطة ما يلي واحد الاختيار والتعين اثنين التدريب ثالثا تحديد الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت رابعا الترقية خامسا النقل سادسا تقديم الخدمات للعاملين سابعا وضع سياسة الإجازات ثامنا تحديد الجزاءات وتاسعا وضع سياسة الإحالة إلى التقاعد وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه الأنشطة أولا الاختيار والتعين يهتم المسؤولون عن الأفراد بالمشروع باختيار وتعين أفضل عناصر القوى العاملة المتقدمين لشغل الوظائف لذا يجب تحديد شروط شغل الوظيفة والإعلان عنها وتلقي طلبات الالتحاق بها وفحصها وتحديد وتصميم الاختبارات والمقابلات التي تستخدم الحكم على المتقدمين وتقييمهم لشغل الوظيفة ثانيا التدريب يهدف التدريب إلى تزويد العاملين بالمعارف والمهارات الضرورية لممارسة أعمالهم مما يزيد منقدراتهم على آداء العمل ثالثا تحديد العجور والمرتبات والحوافز يطلق لفظ العجور على ما يحصل عليه العمال مقابل ما يقدمون من جهود للمشروع بينما يحصل موظفون على مرتبات وعموما يجب مراعاة تناسب الأجر أو المرتب مع مقدار ما يبدله الفرد من جهد مع الأخذ في الاعتبار مستويات الأسعار السائدة والعجور والمرتبات التي يتم دفعها لشغلي وظائف مماثلة بالمشروعات الأخرى كذلك لا بد من وضع نظام لتحفيز الأفراد ودفعهم على بذل المزيد من الجهد رابعا الترقية إن الأفراد يتطلعون دائما لتحسين مراكزهم الوظيفية لذلك فإن الترقية تعد بمثابة تقدير للشخص عن طريق شغله لوظيفة أخرى تتسم بسلطات أعلى ومسئوليات أعلى ولا بد من تحديد الشروط اللازم توافرها لمن يتم ترقيته وقد يتم الاستناد إلى الأقدمية أو الكفاءة في الترقية خامسا النقل ويقصد بالنقل شغل الفرد لوظيفة أخرى في نفس الإدارة والقسم الذي يعمل به أو بإدارة أو قسم آخر تطور إدارة الأفراد مرت إدارة الأفراد بعدة مراحل تعكس التطور التاريخي لها والتي يمكن توضيحها في الشكل التالي وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل النشأة الأولى في بداية تطور إدارة الأفراد كانت هناك وظيفتان أساسيتان لها هما وظيفة الاستخدام ووظيفة الحماية وقد تمثلت وظيفة الاستخدام في توفير الموالد البشرية اللازمة لإحتياجات المنظمة الإنتاجية أما وظيفة الحماية فقد كانت تهدف إلى خلق اتجاهات وهياك المعاونة للمنظمة ذاتها باء أو المرحلة الثانية عمال الرعاية الاجتماعية إن الاهتمام بالرعاية الاجتماعية للعاملين قد جاء من جانب أصحاب الأعمال الذين يؤمنون بمدخل الإدارة الأبوية وبدافع ديني وقد قام أصحاب الأعمال بتعيين أفراد للرعاية الاجتماعية وعرفوا باسم عمال الرعاية الاجتماعية وقد تمكن هؤلاء العمال في عام 1913 ميلادي من تكوين اتحاد خاص عرف باتحاد عمال الرعاية الاجتماعية وقد كانت هذه هي بداية مهد إدارة الأفراد الذي تكون في عام 1946 ميلادي المرحلة الثالثة مرحلة علاقات العمل ترجع النشأة الأولى لوظيفة علاقات العمل في إدارة الأفراد إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث كان تعيين موظف للقيام بأعمال علاقات العمل منعا لتكوين تنظيمات عمالية مستقلة وفي حين كان عمال الرعاية الاجتماعية يعدون العامل الطرف المتضرر والذي يحتاج إلى مساعدتهم فقد كان موظفه علاقات العمل يعدون صاحب العمل الطرف الذي تقدم إليه خدماتهم ولذا جاءت الأهداف التي يسعى موظفه علاقات العمل إلى تحقيقها وهي الحفاظ على سلطة الإدارة في مواجهة تنظيمات العمالية المرحلة الرابعة لجنة وايتلي وتركز الفلسفة الأساسية للجنة وايتلي على ضرورة اعتراف رجال الإدارة بالنقابات لما يسفر عنه ذلك من تقوية لدور علاقات العمل في بيئة الأعمال ولهذا حدث اندماج بين وظيفة الرعاية الاجتماعية وعلاقات العمل المرحلة الخامسة مرحلة إدارة الأفراد في هذه المرحلة نشع مفهوم آخر لدور الأفراد وهو استخدام الأساليب المهنية حيث أضيفت أنشطة جديدة لإدارة الأفراد مثل تخطيط الموارد البشرية وتصميم العمل والتنظيم وكذلك تطوير التنظيمات ترجمة نانسي قنقر